السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لماذا لا تشارك في القناة يشارك فيها باش يوصلوا جديد واليوم الحلقة ديانا هي أسباب دي القطع اتصالات بالمغرب والألمانيا أسئلة كتير ترى هذا القرار للمغرب دي التعليق اتصالات مع السفر الألمانيا اللي بان بأنه مفاجئ للبعض لكن سياسيين ومراقبين مغير باعتبروا الأمر متوقع وضروري إزاءة تحركات برلين غير المنطقية تجاه الرباط وجهد الإعلان عن قتل الاتصالات عبر رسالة وجهة وزير الخارجي ناصر بوريطا لرئيس الحكومة سعد دي العثماني وبقية أعضاء الحكومة وقال فيها بأن هذا القرار جاب سبب سوء تفاهم العميق مع ألمانيا في قضايا أساسيتهم المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل لكن المراقبين رجحوا لارتباط القرار بردود الفعل الألمانية التي تلت اعترافات الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء وكانت ألمانيا قد دعات إلى اجتماع المجلس الأمن الدولي لبحث الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء في ديسمبر الماضي تزامنا مع الرسالة الكيلي كرافت السفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة حينها لصيفتات الأمين العام للمنطمة الدولية أنطوني غوتيريس وجد في هذه الرسالة نسخة من إعلان رئيس الأمريكي السابق دونالد تراب لكي اعترف بأن كامل الأراضي الصحراء هي جزء من المملكة المغربية فيما كان المغرب كيكتب الجهود دياله واستئناف مفاوضات ليبيا على أرضه جاءت ألمانيا على إقصائه من مؤتمر برلين بشأن ليبيا هذا الشي في بداية ديال العام الماضي هذا الشي يجعل المملكة تستضيف محاذثات بين الفرقاء الليبيين خارج عملية ترعاها الأمم المتحدة بدأت في الشماء برلين وكان المغرب قد عبر حين إيدين عن استغرابه من خطوة ألمانيا معتبر أن المملكة كانت دائما في طالعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية وبحسب المراقبين فإن الردود ديال الفعل الألماني تلك الناجم عن السياسة الخارجية المغربية الناشيطة في الشمال الأفريقية وخصوصا في الملف الليبي إضافة إلى ذلك النجاح لدى أداره المغرب في إدارة مخاطر ملفات الهجرة ومكافحة الإرهاب القادمين من العمق الأفريقي جنوب السحر مما جعله يحضى بيطيقة ديال القوى الدولية المنافسة لطموحات الألمانية في أفريقيا مثل الولايات المتحدة والصين وتعتبر ألمانيا أن مستقبلها يوجد في أفريقيا مما جعله جعله تضعها ضمن الولاياتي الاستراتيجية وفي قل ما كانت قد نشرت صحيفة ديت سايت الألمانية الصحيفة المشهورة عندهم معتبرة أن مشاكل القارة السمرة لها تدعيات على مستقبل السياسة الألمانية تجاه الجنوب بالإضافة إلى مشاركة بقوات غير قتالية ومدربين ومساهمة لوجيستية في عمليات حفظ السلام التي تقودها فرنسا في مالي تنشط ألمانيا في عمليات حفظ السلام والمراقبة البحرية في القرن الإفريقي وفي حوض البحر أبيض المتوسط ولكن تدخل ديبلوماسيا في ملفات شمال إفريقيا عبر مبعوثين ضمن مهمات أممية في الأزمة الليبية والنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وبحسب هذه التقارية اقتصادية والدولية فإن ألمانيا كتعاني في السنة والأخيرة من فشل شركاتها الإفريقية بسبب عدم تمكول استثماراتها من إيجاد موطئ قدم قوي فيه إلى جانب حضور الصيني والفرنسي الوضع اللي ديزان من تأزيم اعتماد ألمانيا على البدان الإفريقية اللي كتعيش ترابات سياسية والشماعية واقتصادية وجوغان نائب البرنامية للمغربي عن حزب تقدم الشراكي جمال كريمي بنشقرون في تصريح لموقع سكاي نيوز عربي إن المغرب كان ولا يزال يحترم كل الدول ويتعامل بمنطق سليم في علاقاته الدول ونبه بأن المغرب ما يمكليش ما يصدرش أي رد فعل وزاد وقال بنشقرون أنا القرار المغربي القادة بتعليق التواصل مع السفر الألمانية في الرباط نستشف من ورائه أن هناك مشاكل مرتبطة بالتعامل ألمانية مع المغرب منذ إقصاء المغرب من حضور المؤتمر برلين اللي تكلن منه عليه إضافة إلى موقف ألمانيا حية الاعتراف واشنطن بغربية السحراء الباحث والكاتب السياسي أمين سوسي العلوي أكد بدوره في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية أن المشاكل في العلاقات المغربية الألمانية بدأت بتهميش الرباط من حضور مؤثمر برلين وزاد وقال أنه ثم تدعم ألمانيا للبوليزار يتضح الموقف الهدائي للألماني الذي حاول تغيير الموقف الأمريكي تجاه اعتراف مغربية السحراء عبر الضغط على الأمم المتحدة لاتخاذ قرار يخالف قرار الأمريكي وأوضح السوسي العلوي أن القرار الرسمي الألماني القاضي بدعوة مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ هو التحرش بالمغرب وأشار أنه رفع علم الانفصال أمام برلمان ولاية برمين موقف شاد وخارج عن سياق التاريخ مضيفا أنه جانبا آخر من المشكلة يتمثل في فتح المجال أمام بعض المتطرفين داخل ألمانيا لمهاجمة المغرب والتحرد عليه ومن جانب قال البحث للإستراتيجي عبدالله الرامي في تصريح لموقع سكاي نيوز عربي إنما حدث هو التجميد للعلاقات مع السفر الألمانية في الرباط وجاء قال بأن المغرب باللغة الدارية يجع عاق بهذا الشيء كامل دكشي علاج دار هذه الخطوة هذه من أجل تصحيح الأمور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصحراء مغربية وسوف تبقى مغربية إلى الأبد ما تنسوش شراك في القناة باش يوصلكم الجديد في قضايا أخرى وأخبار أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر